أهلاً وسهلاً من المشاهدين نواصل هذا المدى المباشر برفقتكم نفتح نافذة أخرى على ريالة الأعمال وعلى المشاريع الخاصة الشباب في الفترة الأخيرة أصبح يتجه لجانب آخر هو جانب بالأعمال الخاصة يعني الوظيفة ورهق الوظيفة واستثمار الناس زادوا في الفئات البشرية يعني عشان ينموا مشاريعهم فبيقى يهدوا مقدر من الشباب لكن أي فكرة أو أي مشروع خاص بالنسبة للشباب ما بيتنفذ وما بيرى النور وإلا تكون فيه اشتراطات معينة تكون فيه ظروف معينة وخطوط حمر الواحد ما يتجاوزها عشان يمشي بسلاسة إحنا عشان نأسس لجانب مشرق هو يعني من النياح بالنسبة لكل الشباب على امتداد هذه البسيطة بالنسبة للرائدية الأعمال اللي هم نهجوا ونهلوا من كثير من مشاريعهم يعني في الحياة ضيفنا في صباح الشروك هو استطاع أنه يقدم المزيد يعني من خلال مشاريعه الخاصة يأسس من هو موظف يأسس لفكرة العمل الخاصة والمشروع الخاص وما يقف الموضوع فقط عند تأسيس مشروع خاص برضو يرسل كل رشتات النجاح بالنسبة للمشاهدين بالنسبة للشباب المقبلين على الحياة الخاصة السعداء جدا يكون معنا أحمد القدسي المدربة التنمية البشرية وأيضا رائد الأعمال وهو أيضا صاحب سلسلة من المشاريع الخاصة أهلا مرحبا فيك أستاذ حمزة وساعدين بادل استضافة في صباح الشروك الله يكربك طيب إنت طبعا لما نسألك سؤال ما بيجاوبني زي إجابة الشخص العادي يعني لما نسأله ونقول له أنت الوظيفة أو العمل الخاص الشخص العادي هو بيتمسك بالوظيفة لأنه أمان وظيفة بالنسبة له لحدهم يلقى رأس المال الكويس يبدأ في مشروع العمل الخاص وإنت بزاوية شوهك كمدخل كده بتفضل شنوفي من شباب الجيل الحالي اللي عنده أفكار كبيرة أنه ينفذ فكرة الوظيفة ولا يبدأ مع الوظيفة العمل الخاص مباشر جميل سؤال جميل أستاذ حمزة ممكن قبل شوية كنا نتكلم كمان على موضوع الحماس الزايد المواحد كده يتحمس من أجل يفتح مشروع فالحماس شيء وبناء المشروع بمعنى الكلمة شيء آخر صحيح حول موضوع الوظيفة والعامل الحر كلمت أنه في أشياء كثيرة في محاضرات كثيرة لكن أنا دائما أفضل أن الشخص مثل ما قلت سميتها فيه نوع من الأمان الوظيفة تعطيك نوع من الأمان فما يمنع يعني أحيانا بعض الناس نسميها في عقلية الشخص الفقير أنه لازم إما وظيفة وإما عمل حر طيب تجمع عم الثنتين لا ما ينفع عنده ما فيه إشكالية يعني يستطيع الواحد أن يكون عنده وظيفة وكما نشتغل في عمل حر ما في أي إشكالية حتى رب العمل يعني حتى يعلمه بهذا الشيء يعني يقول له أشوف أنا عندك مساء الفلانية وكمان عندي العمل الفلاني يعتبر عمل خاص فيه تكلمهم فشيء طبيعي جدا لكن الشيء اللي نلاحظه صراحة حاليا من الشباب أن يكون يشتغل في وظيفة ويشوف بعدين يعني الكلام هذا اللي أنا صار فيه الوظيفة عبودية ولا تشتغل ولا تعيش كعبد والكلام هذا كامل والعبودية كفر فهذا الشيء يخلي الواحد إيش يفعل؟ بلحظة غضب قد يكون مديره مثلا زعله بشيء أو موقف حصل بالوظيفة فيخليه يتشوفه يترك العمل وروح يفتح مشروع الخاص فتح المشروع هنا يكون ردة فعل عن ترك وظيفة وليس شيء مدروس عن دراسة جدوى فهذا الشيء يخليه يفتح المشروع وما في معاه شيء يأمن مصاريفه فيكون تركيزه هناك يعني أريد مشروع عشان يجيب المصاريف وغطي المصاريف مو تركيزه على تطوير المشروع وتكبير المشروع يحتاج فقط أن يعمل المشروع من أجل يغطي المصاريف وهذا الشيء اللي يخلي المشاريع تنتهي معظمها في أول سنة هنا يظهر حماس الشخص من جديده في البزنس و97 من المشاريع تنتهي في أول خمس سنوات لها وهذه حصائية مخيفة جدا في هذه الكبيرة طيب نمشي تدريجينا أستاذ أحمد يعني وانت ذكرت من الوظيفة للعمل الحر في الدول المتقدمة بتنشئ جيل متزن بيعرف هو أبلويات محددة في المستقبل إذا كان في الوظيفة أو في جانب الابتكار وتستفيد من الدول على صعيد الدول المتقدمة أما في دول العالم التالت فبالضروري أنه نلجأ للوظيفة على أقل تقدير نكتسب خبرة وبعد ذلك نأسس لعمل متين فأنت بتفضل أنه الشخص هو يمشي في اتجاه الوظيفة عشان يكتسب مهارات أكثر ويعرف في جانب عمله وأنه يؤسس مشروع حتى في جانب عمله يعني أنا متفق معك بهذه النقطة أنه اشتغل توظف اكتسب مهارات اكتسب خبرات المكان اللي بيعطيك خبرات بشكل كبير مو فقط الجامعة يعني بعض أظن أن الجامعة هي فقط مصدر العلم فيها ماكن أخرى توظفك شغلك في أمل بالنسبة لي أستاذ حمزة اشتغلت يعني بعد فترة الجامعة كان عندها في نهاية الجامعة لابد أنك تتوظف في مكان مرحلة التدريب فكان التدريب لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة لي دخلت واتدربت وما كان يتم دفع لي أي مبلغ ومواصلات الذهاب والإياب حادي أنا أدفعها من جيبي لحك من أجل أكتسب معرفة أتعلم واتدرب لدرجة بعد ما خلصت ثلاثة الأشهر قلت لهم أنا ممكن أضيف ثلاثة أشهر إضافية قال لي خلاص أنت مرحلة التدريب تبعك خلاصت قلت لهم أنا أريد طيب قالوا ما في أي دفع أي مبلغ مالي قلتهم ما أريد أي مبلغ مالي لكن بشرط قال لي إيش الشرط أريد أتنقل بين الإدارات أريد أتنقل من الإدارات أولا التسويق المالية الإنتاج خط الإنتاج أشوف أشياء ليه يشتغلون فبقيت أتنقل بين الإدارات هنا وسبوعين هنا وسبوعين عشان أنوع الخبرات عندي ما أنتهت الستة الأشهر هذه إلا وفتحت مشروع خاص فيها كمان يا سلام هذا الأصل اللي نحتاج نفعل بناء على مشاهدات ولا إنت خلاصة إقنتي أنه لازم تبدأ في عمل خاص يعني لما إنت جولت في طبيعي جدا يعني الشخص إما يقع بين مكانين إما أني أكون موظف أو أني أشتغل في عمل واحدة منهم لكن صراحة اللي أقوله دائما إما أن تبني شيئا عظيما أو أن تكون جزء من شيء عظيم ليس بالضرورة أنه كل الناس يكونوا رجال أعمال سيدات أعمال رواد أعمال مين بيشتغل بعدين وليس بالضرورة أنه الكل يكون بعقلية الموظف فنتكافأ فيما بيننا وليس بالضرورة أن الشخص يقول أنا خلاص رجل أعمال ما ينفع أشتغل كموظف في بعض الأشياء أو أنا كموظف ما ينفع أن أنا أفتح بيزنس نستطيع أن نجمع بين الأمرين ما في إشكالية وبنفس الوقت يا أستاذ الكريم إما أن تبني شيئا عظيما مشروع خاص فيك وترى أنه سيكون شيء عظيم أو أن تكون جزء من شيء عظيم رأيت مشروع هذا بالنسبة لي في البداية رأيت شركات ناجحها وحبيت أن أكون جزء منها ونكبر المشروع مع بعض واعتبر جزء يعني عمصر فعال في هذه الشركات فبدأت من الشركة الأولى الشركة الثانية الشركة الثالثة ما نفعت فاضطريت أن أفتح بعدها الشيء العظيم الخاص فيها طيب أستاذ راح ما أنت ذكرت في حديثك أنه في مشاريع كثيرة بتبدأ بحماس لكن بتنتهي لأنه ما كنت بلاية تخطيط كويس يعني عشان الشخص يمشي على المساردة فأنا لو عايز عندي فكرة وبدأت أخطط لكن السوق مليء بكل الشركات في كل الأعمال أي في كل الاتجاهات يعني فعنا بالضرورة لازم يعني أدرس الخطة بياتي زاوية هل بيزاوية أنه الما موجود في السوق أنا أدخل بفكرتي عشان أنا نافس ولا كيف دراسة الفكرة نفسها يعني عشان أنا ننجح جميل في شيء يعني من ضمن أسباب فشل المشاريع اللي هي المنافسة الكبيرة لما آتي وأدخل مشروع بشوف المنافسة هل كبيرة أقول لا إذا فيه مصطلح في التسويق نسميه ريد أوشن بلو أوشن ريد أوشن لهو المحيط الأحمر منافسة فيه بشكل كبير السمك قليل والصيادين كثير يعني كل واحد جاي يصطد في المكان هذا فالمنافسة كبيرة وفيه بلو أوشن أو المحيط الأزرق أسماك وفيرة وصيادين قليل هنا فرصتي تكون أكبر طيب إذا ما وجدت البلو أوشن وما استطاعت أن يشتغل في المحيط الأزرق إيش الخطوة اللي يا فهلا ما في الله أنا عندي محيط أحمر ومنافسين كثير فإيش الحل افعل شيء مميز بحيث أنك يعني لازم يكون معك شيء يونيك مميز بحيث لو دخلت فيه شيء تستند عليه العملاء بيشوف أنه والله الراجل هذا معه شيء مميز عن الآخرين فهكذا تستطيع أنك تأخذ عملاء لك لكن تدخل بنفس الطريقة وبنفس الآله وتتوقع نتائج مختلفة فهذا شيء مستحيل فيه شيء كمان يا أستاذ حمزة يعني حول موضوع ريادة الأعمال والبزنس والتجارة أنا أؤمن دائما أن العقلية قبل كل شيء يعني بعض الناس أعطيك مثل بعض الموظفين يكون مثلا يشتغل في شركة وفجأ يشوف مثلا الشركة هذه معاها دخل كبير فيقرر في نفسه مثلا معلم في معهد لتعليم اللوالة الإنجليزية فشاف المعهد هذا يأتي بدخل كبير وهو المعلم اللي يعلم الطلاب يعني بسببه جاء الدخل هذا كامل صحيح فيقول في نفسه يا الله المعهد يرباح رباح كبيرة فليش أنا ما روح أفتح المعهد الخاص فيها فيتوقف من العمل فيروح مباشر ويفتح بزنس عنده المهارة نعم عنده مهارة التدريب أو التعليم تعليم اللوالة الإنجليزية لكن ليست لديه مهارة ريادة العمل فإيش اللي يصير فيفتح المشروع فيشوف ما في تسويق ما في عملاء فيحاول يجرب يشور بالضبط يعني فيشوف أن القسم المالي لازم يغطيه فيه مصاريب فيه رواتب كمان لازم يغطيه فيه إيجارات هو كان فيبانو بفتح معهد مع دامنا فالمعهد هذا الأول ناجح وان السبب لأن أنا المعلم فيه فخلينا أفتح لديها المهارة لكن ليست لديه مهارة ريادة العمل ففي بعض المهارات اللازم نفهمها ونتعلمها في ريادة العمل عشان لما نفتح المشروع نكون مشتعدين لأي عقبات العقلية كمان يا أستاذ حمزة العقلية تلعب دور كبير في موضوع ريادة العمل في عقليتين ممكن تمام؟ خلينا نفصل في الموضوع هذا لأن الموضوع مهم كم من الناس تحمسوا فخلينا نشوف العقلية في عقليتين ممكن نقول العقلية الأولى عقلية الشخص الناجح والعقلية الثانية عقلية الشخص عكس الناجح تمام؟ وكل واحد يوازن نفسه يزن نفسه بهذا المعيارين عقلية الشخص الناجح خلينا نقول عقلية زرقاء عشان تكون سهلة علينا وعقلية الشخص عكس الناجح عقلية حمراء عقلية الشخص الناجح تؤمن بالمحدودية يعني لا تؤمن بالمحدودية يعني مثلا أنا ممكن أتعلم أشياء كثيرة ممكن أتعلم العلم وأحصل على المهارة هذه مادام بدأت أتعلمها لكن العقلية الحمراء عكسها أنا مو جيد إلا ببعض الأشياء طيب بقية الأشياء ممكن تتعلمها لا مو قادرة عليها طيب أتعلمها فالعقلية الحمراء تؤمن بالمحدودية أنا مو ممكن أكون جيد بأي شيء عقلية الزرقاء أنا ممكن أكون جيد بأي شيء ما دام تعلمتها وما دام غير استطيع أن أفعلها أنا كمان استطيع أعملها وما في حد أفضل مني شيء هذا الفرق بين الاثنين أيضا في موضوع الاستسلام عقلية الحمراء أي ضربة تنهيها فأول ما يبدأ المشروع والمشاريع مليئة بالعقبات والتحديها فأول ما يبدأ المشروع في بعض المشاكل يستسلم التحدي يهرب منه فمباشرة تشوفه فتح اليوم بعد شهر سكر المشروع عقلية الزرقاء يحب التحديات وما يتوقف بأي ضربة العقلية الحمراء ممكن أي ضربة توقفها لكن العقلية الزرقاء وهذا العقلية النجاح لن أتوقف إلا عندما أحصل على الشيء الذي دخلت من أجله هذا في باله لن أتوقف هذا الشيء اللي بيوقفنا فقط هذا في بالي ما بتوقف إلا لما أحقف هذا في موضوع الانتقادات الواحد ما يبدأ أي مشروع فالناس يبدأوا ينتقدون الناس قد يبدأوا يتكلموا عنه أول ما يحط أي هدف في باله الناس يبدأوا يتحدثوا عنه أي إن كانوا محيطوا محيط أسرته أو مجتمعوا بالضبط فالبيئة يعني أحياناً البعض يعني يقوله كل الناس اللي حولهم محبطين صاحب العقلي الحمراء أي حد يأتي يتكلم معاه ينهيه يهدم الطموح اللي كان في باله الحماس اللي كان موجود فيه فينهيه مباشرة لأنه يتعامل حتى الانتقادات لما يأتي شخص ينتقده يتعامل معها بشكل شخصي جاء ينتقده أو يعدل عليه حتى بشيء يأخذه بطريقة شخصية يعني الراجل هذا شكله يحسدني ما يحب لي الخير غيران مني فيأخذه بطريقة شخصية لكن الشخص صاحب العقلية الزرقاء اللي يمكن عقلية النجاح دائما أخذ الشيء الذي تراه يحتاج له تعديم ولا تأخذه الانتقادات بطريقة شخصية هكذا يستطيع أن الواحد يفرق بين عقلية ناجحة وعقلية غير ناجحة يقولون أنه ما تخبر الناس عن وجهتك خلوهم يشوفوك في القمة لأنه لو أخبرتهم ما يخلوك تصل على براحتك طيب بني إحنا ما فضل لنا كتير يعني أقل من دقيقتين عايزين نحصر فيها وطبع البحر بتاع رياضة الأعمال واسع وإن شاء الله حنفصل فيه أكتر برفقتك إن شاء الله حديثة كالسلس بخصوص منصات تواصل الاجتماع الأصباح تندفس حقيقي لكل الناس وإنه ينشروا فيها كل مشاريعهم أو حتى للأسر الناشئة إنه تنفذ وستسوق لمشاريعها فقدر كيف مهم إنه في التوقيت ده بالتحديد في عصر التطور ده يكون الرط الشبكي بأقل تكاليم خلال منصات تواصل الاجتماع ونقدر نسهل في كثير من المشاريع صراحة نؤمن حاليا إن منصات السوشال ميديا تساعد بشكل كبير للمشاريع وأي رائد أعمال حاليا أو رجل أعمال سيدة أعمال إذا ما يستخدموا حسابات السوشال ميديا في البزنس تبعهم فهو خارج عن الخريطة أعطيك مثال حاليا لما الناس يعني حاب أنك تدرس في مكان أو تتعلم في مكان أو تشتغل وتروح مطعم الناس صاروا يدخل في خرائط جوجل يحط المطعم ويشوف تقييمات الناس إذا الناس يشتموه تقييماته سيئة يقول لا خلينا مواجه على الرأس خلينا نشوف المطعم ثاني إذا دخل المطعم وفتح وشف تقييمات كويسة في المطعم هذا فهذا الشيء يحفزه أن يروح للمطعم هذا السوشال ميديا حسابات السوشال ميديا صارت مهمة لكل رجل أعمال وسيدة أعمال نكون حتى عندي موقع إلكتروني يظهر من أنا صار شيء مهم لكل الناس حيانا الآن صاروا الناس يحكموا عليك من خلال موقعك في السوشال ميديا من خلال عدد المتابعين الموجودين معك كم تنزل أي شيء المحتوى اللي تنزله للمتابعين أنا مقدر جدا حضورك وبإذن الله يعني كون الوعد دائم بالنسبة للمشاهد أنه حتكون معنا عشان تقدر تفصل لأنه فكرة أنه الواحد ينشئ مشروع خاص فيه كثير جدا من التحديات محتاج برضو لشخصي أنه يدهو الدافع الكبير يعني بالذات يعني ناس مختصين وعندهم تجارب أنا مقدر جدا أستاذ أحمد القدسي مدرب التنمية البشرية وصاحب سلسلة من المشاريع والعمل الخاص وأيضا مدرب لكثير من الشباب الناشئ اللي عايز يدخل للمجال نحن قدرين جدا حضورك شاء الله أتمنى إليك التوفيق شكرا إن جزينا لكم على هذه الصلاة شكرا لكم شكرا لكم